إحنا دلوقتي حصل إنه الحمد لله التكيّس راح وكل حاجة هل عشان أقني نفسي من يكون فيه أي إيم بالنس في الهورمونز بتاعتي المفروض إنه اللايف ستايل بتاعتي يكون مختلفة وهل فيه أكلات معينة يعني دايماً يقول لك أصل الأستروجون موجود مثلاً في زيت بزرق 2 في بزرق 2 في التوم حاجاتي فعلاً مظبوطة؟ هو أول حاجة هو الدينامو بتاع تصبيت الصحة عند الست وإلي بيعمل بالنس في الهورمونز أول حاجة هو النوم الكويس النوم؟ النوم الكويس لأن أنا لو بنام كويس الكورتزون عندي مش هيطلع مش هيبتدي يتحكم في شراهتي مش هيخليني عمالي أكل سكر مش هيتحكم في التبويض بتاعي دي نمرواح فعلاً يعني هو النوم عشان الكورتزون يبقى كويس النوم نوم 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 منعتي النفسية منعتي النفسية يعني إيه؟ يعني لازم أحافظ على نفسي من أي سترس من أي توطر لأن فعلاً السترس والتوتر فعلاً بيأثر على الإبادة وبيخلي ست ترتين مياه وتحبس مياه جامد جداً في جسمها وبالتالي بتتدايق جداً نمرة ثلاثة إن هي دايماً تبقى على وزنها المثالي زي ما قلنا لأن كتلة الدهون بتزود شوية من مقاومة الإنسولين بذات عندنا إحنا كشعوب عربية أو مصريين فبطي تخش في الطريق بتاع لغبطة بيريد وتدخن أكتر وهكذا فلازم تبقى على طول محافظة على وزنها مش نقول المثالي بس المعقول وطبعاً الحاجة الرابعة اللي أنا بشوف برضو إن هي زادت قوي اللي بتأثر على الستات دلوقتي إن أغلب الستات وللأسف بيقوم كلمين الصيدالي مثلاً عندها اكتئاب بتقوم واخد دو ده مضاد للهلع ده مضاد للإكتئاب الأدوية دي مدمرة مدمرة للتبويض عند السيدات لازم تتخذ بالإشراف طبي دايماً لما بيجلنا دلوقتي عيانة في العيادة أي هستري أغلب الستات دلوقتي والبنات الصغيرين بياخدوا مضادات الاكتئاب وجدون إشراف طبي وبعدين تبطي تشتكي إن البيت بتتأخر أو إن هي مثلاً عندها الحملة متأخر أو هكذا فدي أشهر حاجات دي أشهر حاجات في اللايف ستايل بتاعنا اللي بتأثر علينا السمنة، مضادة الاكتئاب، والتوتر فبالتالي النوم مهم جداً؟ جداً إحنا بنتكلم في النوم اللي هو مثلاً قبل الساعة 12 مثلاً عشان نجرد هرمون برضو لأنه يعني هرمون النمو مهمة قوي في الفترة دي حقيقاً هالحاليك بتقولي مثلاً إنه قبل الساعة 12 مهمة قوي نحنا النام ولا عدد سعب بيكون عامل إزاي؟ 7 إلى 8 ساعات مفروض وبدري شوية على 12 حسناً كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده حياة حنا في حياتنا الموضوع صعبت شوية حتى لو حتناموا بشكل متفارق أقول هما 8 ساعات لازم يتناموا 8 ساعات 8 ساعات تاريباً ده المتواصل لو بنتكلم عن الأكل والرياضة يعني هل الرياضة بمعنى أن أنا أروح الجيم كل يوم وهلك نفسي في الجيم وربي عضلات وكده ولا الرياضة بأني نوع أو بأني شكل؟ الرياضة الهدف الأساسي بتاعها إن أنا دخلي كم معين من السعرات وأنا بحرق قد إيه يعني لازم أدخل وأحرق فهي مش بكتر الساعات لأ هي يعني أنا النهاردة نكلت إيه؟ يعني أنا عارفة إن أنا نكلت واجبة دسمة لازم أنزل أتماشى أو لازم تاني يوم أبتدي أحرق فعلاً جاي منت عشان إحنا حساسين للسمنا الشعوب بتاعيتنا حساسة قوي للسم والأكل طبعاً الصحي على قد ما نقدر وشرب المياه بالضبط وإن إحنا نتنفس هوا كده إيه نظيف ده أهم حاجة بالضبط بيوم تنرفز وكده آخر حاجة آخر حاجة بما أن إحنا قلنا هرمونات الستات نصيحة أخيرة تقوليها للناس على هرمونات الستات لما تتلخبط يعني تقولي إيه للراجل وإزاي يتعامل مع الست من ناحية الطبية لما يحس إن فيه إمبالنس أو عدم توازن في الهرمونات لازم يفهم إن هو تكوينها معاقد زي ما قلنا وإن هي غصباً عنها بيتحكم فيها هرمونات كتير جداً وظروف كتير جداً وسترسيز وجداول وترتيبات معينة هو مش بيمر بيها في اليوم فلازم طبعاً يحتضنها ويتفهم